السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يصعد مساكم بكل خير اليوم معنى شوزن تركية اللي هي الامبالة بلص ماكسيما نقول بسم الله ونبدأ قبل نبدأ باستعراض البندق ومواصفاتها هذا مجرد استعراض قطعة وكل شخص احتياجه وميزانيته وكل شخص يختلف عن الآخر في ميزانيته وفي احتياجه ليس الدعاية ولا اعلان انما استعراض مواصفات علما ان القناة لا علاقة لها ببيع الاسلحة النارية او شراء الاسلحة النارية فقط مجرد استعراض مواصفات بعض المنتجات ولكل شخص الحرية في الاقتناء طبعا نشوفوش اللي جامع البندق اللي جامع البندق مثلا الكتالوج هذا هذا كتالوجها جاي مع القطعة هذي كذلك وجاي معها شهادة استيكرات وجاي معها القطعة هذي حقت العلاقات جاي معها سبته جلد وجاي معها خمس شكات اربع شكات واحد في البندق يجي في البندق صيخ داخلي يطلع تاخذ البندق على كلام الشركة عشر زايد واحد اللي هو في بيت النار الشكات اللي تيجي مع البندق هذي هي طبعا زي ما تشوفون هذا اللي هو رقم اثنين وهذا رقم ثلاثة وهذا رقم اربعة وهذا رقم خمسة طبعا اللي فيها رقم واحد الآن رقم واحد ستمية واثنين وتسعين بنشوف الآن رقم اثنين هذا ستمية واثنين وتسعين اللي فيها اللي هو رقم واحد بنشوف رقم اثنين رقم اثنين زي ما تشوفون سبعمية وثمانطاش مرة ثانية سبعمية وثمانطاش هذا سبعمية وثمانطاش نجي الرقم ثلاثة سبعمية وخمسة وعشرين سبعمية وخمسة وعشرين أربعة سبعمية واربعة وثلاثين سبعمية واربعة وثلاثين نجي لأوسع واحد من الشوكات سبعمية وثلاثين سبعمية وثلاثين طبعا المستخدم الكليبر المستخدم ما الذي هي كليبر أو قدمة موتوتويو اليابانية طبعا البندق بعد ما فكناها طريقة فكها القطعة هذه تكون موجودة مع السبرينج موجودة في القطعة هذه تضغط للأسفل وتفر بحيث تطلع عن مسارها وبعدين يطلع السبرينج بالكامل وتطلع القطعة هذه طبعا الحاضن الربل يساعد على حكام القبضة على البندق الخدة جاي معها خدة تثبت طبعا المسمار هنا بالشكل هذا اللي طبعا تكون البندق رفيع عليه طبعا الصبطانة ثلاثين إنش وبيت النار ثلاثة إنش طول الصبطانة ثلاثين إنش موضوع الفرار طبعا البندق فرار وزي ما نشوف هنا هذا الفرار تأمين هذا التأمين أغرب البندق تقريبا يكون مكان واحد هنا حركة الفرار متاش بيت النار مثل ما قلنا ثلاثة إنش وطول الصبطانة ثلاثين إنش طبعا الحبة مضيئة وتقدر تستغني عنها طبعا خيار للي يبغى الحبة القديمة اللي هي هذه لاحظوا هذه ولأجل لا يختلف الوزن تقدر تستغني عن الحبة بالشكل هذا تطلع هذه لاحظوا الفتحة اللي هنا لاحظوا هذه لأجل السنترة عشان لا يختلف ميلي ميلي سار هذه الحبة القديمة للي يحبون الحبة القديمة تركها بالشكل هذا على اللي يبغى المضيع يركبها ويشيرها البندق طبعا بسيطة في تصميمها وارجع وقول كل شخص احتياجه وميزانيته اتمنى اني قدمت شيء مفيد والله يوفقنا وياكم لما يحب ويرضا ترجمة نانسي قنقر